أكدت مصر دعمها الكامل للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ورفضها تقويد حل الدولتين جاء ذلك في بيانها أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بمورسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حيث أكد منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة على ضوء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد مزيدا من الاحتقان خلال الفترة الماضية نتيجة للممارسات الإسرائيلية خاصة ما يتعلق بالاستيطان